بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة فكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شادين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض جخل فالغوا لغرورا ولو شاء ربك ما فعله فذرهم ما يفترون ولتسغى إليه أفتة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتنين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تتع أكثر من في الردي يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم من لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهبائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فإنه لفسق وإن شياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن طعتموهم إنكم لمشركون أضمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك سجن للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أدرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله رزا على الذين لا يؤمنون وهذا سراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ببعض وبلغنا أدرا الذي أجلت لنا قال النار مثباكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي آياتي وينظرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بذلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا ومع ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشاءكم كما أنشاءكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني أعمل فسوف تعلمون من تكون له عقبة الدار إنه لا يفرح الظالمون وجعلوا لله مما ضرأ من الحرث ولا نعام نصيبا نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زينا لكثير من المشركين قدل أولادهم شركاؤهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعله فذرهم ما يفترون وقالوا هذه نعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم ونعام ونعام حرمت ظهورها ونعام لا يذكرون اسم الله لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه لنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أسباجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله افتران على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخلة والزرع والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن النعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطبات الشيطان إنه لكم عدوه مبين ثمانية أزواج من الضعن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكريني حرماء بالأنثين أما اجتملت عليه أرحام الأنثين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذكريني حرماء بالأنثين أما اجتملت أما اجتملت عليه أرحام الأنثين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترع على الله كذبا ليدل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتدا أو دما مسفوحا أو لحم خنزين فإنه ردس أو فسقا أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ذفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الذهورهما أب الحبايا أو مختلط بعض ذلك جزيناهم بباغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبرهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلما شهداكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهباء الذين كذبوا بعياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة فهم بربهم يعضلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا شيئا وبالبالدين إحسانا ولا تقدلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم فإياهم ولا تقربوا الفواحج ما ظهر منها وما بطن ولا تقدلوا النفس الذي يحرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقنون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالذي هي أحسن حتى يبلغ شدة وأوفوا الكلم الميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسأها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبعد الله أوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صلاة مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم أن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ثم آدينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه بارك فاتبعوه فاتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم من كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آيات ناس والعذاب بما كانوا يصدفون هل ينذرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتذروا إنا منتذرون إن الذين فرقوا دينهم فكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيد فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هذاني ربي إلى صلاة مستقيم دينا قيما من لدى إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر بازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعدكم فوق بعض درجات درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل لك فلا يكن في صدرك حرج حرج منه لتندر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كانت عباهم إزجاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق لا تسجد إذا مرتك قال أنا خير منه خلقدني من نار وخلقده من طيني من طين قال فاهبت منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين فقال فبما أغويتني لأقعدن لهم سراتك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم مجمعين ويا آدم تسكن أنت ودرجك الجنة فكلا من حيث شئتما من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم شيطان ليبدي لهما ما بريعنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما نهاذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناس حين فذلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وتفقى يخشفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدف مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبتوا بعضكم لبعضنا عدف ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان وكما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فحشدا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنه متخد الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خزوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تصرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفسل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني يا آدم إما يأتي أنكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي آياتي فمن اتقى فأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افتر على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يضفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا دلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت كمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعفا ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتحوا لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يليج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن خوفهم غباش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا صالحات لا نكلف نفسا إلا وسع هؤلائك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجريم تعديم لنها وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديا لولا هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق منودوا أن تلكم الجنة أن تلكم الجنة ورثموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما بعدنا ربنا حقا حقا فهل وجدتم ما بعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يسدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها بهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهبا ولعبا وغرتهم لحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يوم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأبيله يوم يأتي تأبيله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وذل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استباع على الأرش يغشي الليل النهار يطلبه حذيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إسلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقنا سقناه لبلد ميد فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقومه يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أما عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك باغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عادنا خاهم هدى قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم لسبي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناسح أمين أما عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعض قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا وجئتنا لنعبد الله بحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال قد فقع عليكم من ربكم رجس وغدب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم أنتم آباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في رضي الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد أعد وبواءكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحدون الجبال بيوتا فاذكروا آلا الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملؤ الذين استكبروا من قومه للذين استدعفوا لمن آمن منهم تعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة تبعته أن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعيدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناس حين ولوتا إذ قال لقومه يتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شابة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جباب قومه إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتظاهرون فأنجيناه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين فأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخصوا الناس أشياءهم أشياءهم ولا تفسدوا في العرض بعد إسلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين شكرا 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 شكرا